الشيخ شخابادي مولانا ذاك دليل هو ذيك الثاني اين لسا هذه الروايات تقول انها لا تدل على ماذا لا تدل هذه بالفتح هو تلك التي بالكسر اين تلك الروايات اين اين الا ان يقال انه نحن لا يوجد عندنا رواية بالخصوص من مجموع الادلة وهذا طوبى له بين وبين وبعد ذلك سنقرأ لكم الشيخ الانصاري قدس الله نفسه يقول بانه هذه الادلة لا تدل العبارة ما جايبية ان شاء الله سبت انجيب هذه العبارات لا تدل نعم لمن دلت عنده بالتواتر بالقرائن فطوبى له وحزن ما مختلفين احنا فيها احنا لا نريد ان في تلك نقول ذاك باطل نريد ان نقول ما دل عليه الدليل ما هو هذا القدر انت تقول لا دل عندي دليل اكثر من ذلك اهلا اهلا فطوبى لك واقعا ما ادلو هذا الحصار يعني انت تقول سيدنا واقعا لو انت تريد تحاسبنا مفرد مفرد لا دليل اما من مجموع هاي المئات من الروايات انا اقطع انها من الامور العقائدية بل من اصول الاعتقادات جيد انت يحصل لك القطع قطعك حج علي يا عزائي ما عندك من التواتر حج علي يا عزائي لا ابد من قبيل اضرب مثال وتلك الامثال ونضربها للناس التفتولي جيدا الان عند بعض الفرق الاسلامية عندهم تواتر بافضلية فلان وفلان على باقي اصحاب رسول الله هذا التواتر حج عليكم حجة لو مو حجة لا ابدا محجة يقول تواتر اقول بل تواتر عندك مو عندي انا بالنسبة لي هذه الروايات كلها مكذوبة من تات القطع بعض الشيء اذا اعزائي لم يقل احد اينما حصل التواتر عند شخص فيجب على الامة ان تقبل التواتر اما كويش منطقة اعزائي اينما حصل اليقين عند شخص فيجب على الجميع ان يحصل لهم ماذا اليقين ابدا نشتري المكر ما ادري واضح اعزائي هذه القضية نحن الان دي نتكلم عن الحد الادنى الحد الادنى المحبة ضرورة ماذا ضرورة قرآنية قبل ان تكون ضرورة ماذا ضرورة بين المسلمين قرآن اثبتها ولم يختلف فيها احد نعم اذا وقع الاختلاف اختلفوا في انه ما المراد من ذوي القربة مولان وان لا قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة من المراد القربة هس انت تقول المراد فقط علي واهل بيته وفاطمة واولادهم عرافة شون الاخرية يقول لا كل اهل بيت ما ادري كذا وكذا ذاك بحث صغروي بعد ماكو خلاف في ليس الخلاف في اصل الكبرى وعندنا ادل اضافي على ذلك وهو انه ان شاء الله بعد ذلك انه الدين بالاضافة الى المحبة الدين ممن يؤخذ عزيزي بعد رسول الله ممن نأخذ ديننا اذا اختلفت الامة في امور الدين اختلفت الامة ولم تختلف نعم في العقاد اختلفت في الفقه اختلفت في في كثير من المسائل اختلفت لمن نرجع اين المرجعية المرجعية هذه الروايات تبين بشكل واضح وصريح هو المفتاح لهن هو المفتاح الى سبله سبحانه وتعالى جي